السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ومساكم كل خير معكم مرحوكم ستاق اخطاني من موقع التقنية بالاحدود. في هذا الفيديو ستتحدث عن الهاتف المحمول ويلي فاكس ستور. عبارة عن هاتف رخيص الثمن بسعر 719 سنرية سعودية ستأخذ يعني جوال بمواصفات مش بطالة نهائيا وشريحتين لدعم شبكات الجيل الرابع ومنفل الذاكرة الخارجية استبدال الشريح الثانية ورفع الساعة الى 128 جيكا بايت اذا كانت 32 جيكا بايت ما تكفيك. هذه الشركة بريطانية مؤسسها شخص يعمل او كان يعمل في شركة موترلا. فابدعوا في هذا الهاتف فعلا فعلا ابدعوا فيه. اولا هذا الهاتف رح يكون توفر ان شاء الله في السوق السعودي قريبا جدا. الشي الثاني انه الهاتف يشبهه بشكل كبير جدا ما هو موجود في الوان بلاس وان. اه جود تصنيع اقدر اقولك انها جيدة الجهة الخلفية اه يحمل مادة او ماير باسمه الساندستون. اه طبعا مادة معتمة فبالتالي ما رح تظهر بصمات مقارنة بالهاتف الاخرى التي تأتي بالغالب بمادة لماعة من البلاستيك. اه الاطار اللي يحيط بالهاتف محمول هو مادة البلاستيك المعتمة. فاقولك يعني انه جود تصنيع جيدة. السماكة 9.2 مليمتر ووزع كاملة 155 جرام. اه بنسبة المنافذ والازرار فزر يتحكم استوى الصوت الزر الطاقة موجود في الجهة اليمنى. كنتم تمنى ان يكون نازل شوي بما انه هاتف مقاس 5.5 انش وجهة اليسرى. اه منفذ مغلق لشريحتين بيمكنك استبدأ شريحة الثانية اه او بذاكرة خارجية في حال انه اه اثنين وثلاثين جيكا بايت كما ذكرت لكم ما كانت تكفي. اه جهة سفلية عندك مايكرو ويو سبي 2.0 وجهة العليا اه ثلاثة باس خمسة مليمتر. الجهة الخلفية عندك اه الكاميرا بدقة عشرين ميجابيكسل وفلاش ال اي دي مزدود والشعار وايلي وايلي فوكس. اه وايضا اسم الشركة والسماعة الخارجية اه موجودة في الجهة الخلفية. راح تلاحظ انه اللون البرتقالي ما اخذ اه طابع الشركة نفسها. الجهة الامامية عندك اه 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 ثمانية ميجابيكسل مع فلاش اه اه اي دي في الجهة الامامية. ثمان خاصة بمكالمات. والشاشة مع اه اه موجود مساحة ملحوظة للاطار اللي يحيط بالشاشة نفسها. الازلانة الخاصة بتحكم بالنظام تعمل بتقنية اللمس مع الاضاءة الخلفية مع العلم انه القائمة الرئيسية او زر الهوم نفسه يعمل بنظام التنبيهات. اه عندك بمعنو الروم الساير وجن اه اه اثناش فاصلة واحد. فانه بامكانك الوصول الى الاعدادات وتفعيل اه 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 اقدام اه اه ا experiência بالنفس الشاشة. اه بالنسبة لي البطارية في هي玺써 بسعة 2500 ميلي امبير الشاشة لديك 5.5 انش 1080p 2300 بيكسل YPS CCD مقارنة بالسعر اللي رح تدفع على هذا الهاتف انه زوايا الرؤية والألوان زوايا الرؤية والألوان جيدة جدا اللضاءة جيدة طرم انه تستخدمها في أماكن بعيدة نشارة الشمس طبقة الحماية فنصوص تظهر بالشكل مطلوب برضو فمش بطار الشاشة نهائيا الصوت تقدر تقول انه جيد ما حبيت انه في مكان من السهل طبعا حجب هالسماعة الخارجية لكن الصوت اقدر اقول لك انه جيد يعني نوعا ما جيد بالنسبة للأداء فالهاتف محمول مزود بمعالج Snapdragon 615 معالج 8 انوية الذاكرة شوية 3 جيك بايت وهذا شيء كويس على هاتف 800 ريالد سعودي الساعة داخلية 32 جيك بايت واي فاي طبعا عندك البلوتوث لكن للأسف ما في تقنية NFC الهاتف من ناحية الأداء مع الروم اللي يشبهه بشكل كبيه جدا ما هو موجود في نظام الاندرويد الخام سلس يعني ما واجهت بأي مشاكل حتى مع إدارة المهام كل شيء يعمل له بشكل ممتاز الشيء الوحيد اللي ما عجبني هو البطارية للأسف اذا كان استخدامك جدا جدا عادي فانه ممكن يصبعك لنهاية اليوم لكن من الشياء الغريبة جدا انه يستهلك بطارية بشكل ملحوظ واحد من الشياء اللي لحظتها انه وانا قاعد استخدم الهاتف محمول بشغلات الوائلس والبلوتوث لفترة لحظت انه اخذ البطارية بنسبة 20% فهذا الشيء غريب بالنسبة للكاميرا فالكاميرا بدقة 20 ميجابيكسل مستشهر خاص بسوني والكاميرا مية 8 ميجابيكسل اذا تدر انك استخدمت روم الصينجين فالتطبيق الكاميرا راح يكون جدا معلوف الازرارة الثلاثة من جهة اليمنى وعندك الاعدادات وغيرها بمكانك تجدها في الجهة العليا من الشاشة وتختار جودة الصور والفديها فالصور اقدر اقول لك مع الاضاءة الممتازة جيدة جدا ما وجدت فيها اي مشاكل لكن في الاضاءة الضعيفة راح تلاحط بالتشويش الكاميرا اقدر اقول لك انها جيدة جدا طالما انه ما تصور في الاضاءة الضعيفة ومش بطالة مقارنتا بالسير كاميرا لمعامية ثمين ميجابيكسل واسعة النطاق مناسبة اللي محبين السيلفي بمكانك تخدم الفلاش اللي بتعادها مسألة وموضوع التشويش بالنسبة للنظام فالهات محمول يأتي بروم الصينجين الاشخاص اللي يستخدمون الروم الصينجين 12.1 يعرفون كيف يستخدمون أو يعرفون كيف هذا الروم انه من افضل الرومات الموجودة في عالم الاندرويد روم راح يقدم لك نظام الاندرويد الخام بتعديلات وإعدادات جدا كثيرة موجودة في صفحة الإعدادات طبعا راح تلاحظ بعض التغيرات مثل قائمة التطبيقات كيف عرضينها لك بالترتيب اذا سحة من الاعلى الى الاسفل فانك راح تلاحظ ادوات الاتصال لكن مرة ثانية تقدر تعدي في عدد كثير بكثير جدا من الاشياء مثل التميز متجر للثيمات فبإمكانك تحميل عدد كبير جدا من الثيمات وتغيير حتى اقلاع النظام شكل اقلاع النظام التنبيهات شاشة القفل فواحد من الاشياء اللي حطينها كنظام آمن وحفاظا على الخصوصية انه سكرامبو هذي عبارة عن تغيير لأماكن الأرقام السرية او تغيير أماكن الأرقام اللي انت تدخلها اللي يفتح قفل الشاشة علشان مثلا اللي يشوفك ما يعرف وشك شون دخلت الرقام بالترتيب فهذه برضو الشيء كويسة عندك برضو صلاحيات في إعطاء كل تطبيق صلاحية معينة أو منعة من إعطاء هذه الصلاحية مثل استخدام الواتساب ومنعة من استخدام المايكروفون على سبيل المثال فعندك هذا الخيار جدا موجود يعني زي ما قلت لكم بس الشاشة بدلا من الأصدار الموجودة في أسفل الهاتف محمول من الجهة الأمامية بس هذا هو هذا الروم روم جدا ممتاز صراحة هذا الروم يعني من أفضل الرومات الموجودة في عالم الأندرويد هاتف مميز صراحة هاتف جدا جدا مميز من ناحية الإمكانيات والسير الرخيص أنصح به وبشدة شوفكم يا خير إن شاء الله مع قلب السلامة